موسيقى قال مساعد المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور عبدالله الملكاوي لرؤية إن محطات الخط السبع الرئيسية في الأردن تعاني من عدد من الاعتداءات أبرزها الحفريات عن الدفاء الذهبية فضلا عن اعتداءات المواطنين وبعض الجهات الرسمية على حرم الخط المزيد في التقرير التالي الخط الحديدي الحجازي الأردني أنشئ في العهد العثماني حيث بدأ العمل به في عام 1900 استمر لغاية العام 1908 حيث بشر بنقل الحجيج والمعتمرين من بلاد الشام دمشق عبوراً للأردن إلى المدينة المنورة وما زال الخط الحديدي ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عاملاً في الأردن لدينا طول الخط الحديدي 462 كم فيها سبع محطات رئيسية الآن تحت إدارة الخط الحديدي الحجازي أبرز المعيقات التي تواجهنا هي الاعتداءات التي تتزايد باستمرار سواء بالحفريات بالبحث عن الدفاء الذهبية أو اعتداءات المواطنين وبعض الجهات الرسمية باستغلال حرام الخط الحديدي الحجازي محطة القطرانة خلينا نقول محطة موجودة في ضمن حدود بلدية القطرانة فالنفايات الموجودة هناك قد تكون مش بس من مسؤولية المؤسسة بل من مسؤولية البلدية هناك مسؤولية مجتمعية حتى المواطنين القاطنين في جوانب الخط الاعتداءات المتكررة الموجودة على سبيل المثال في محطة القطرانة هي من أبناء المنطقة التعيينات الآن موقوفة ليس بسبب الظروف المالية التي تمر بها المؤسسة بالعكس الحمد لله ظروفنا المالية في المؤسسة خلال الثلاث أربع سنوات الماضية تحسنت أضعاف ما كانت عليها وأصبحت المؤسسة تعمل ولديها فائض مالي الوضع الحالي القائم على مدخل المخيم والمخلفات التي برموها على السك بالإضافة إلى وجود أكشاك عشوائي وبسطات سيكون في عنا سوق تجاري حديث سيكون هو واجهة لمدخل مدينة الزرقاء بالإضافة أنه حتى الإخوان المستغلين أصحاب البسطات والأكشاك رح يكونوا أمينين على أنفسهم وعلى بضاعتهم الموجودة هناك عندك مخزن ومقع عقد استئجار مع المؤسسة وإحنا بندعو جميع المواطنين في عنا رحلات للمواطنين للعائلات رحلات استجمام إلى الآن إلى الجيزة وستكون إلى المفرق أيام الخميس والجمع والسبت والعطلة الرسمية والأعياد اشتركوا في القناة